المصدر أعلى والح是不是 قيمة على الأموبال ...فى نصيحة الاح Centre الأمر في نكمل أيهان الأوضاع الوظيفاء يبدأ أليه نفسه في البزنس نفس او بالفكرة نفسه اليوم انه لازم واحد يأكد الافتراضات اللي بيساويها بخصوص الزبائن تعاونه هذا شيء كتير مهم انا النصيحة دايما بيعطيها انه فكروا دايما بالموبايل لانه الموبايل اليوم موجود بجيب كل الناس كل اليوزر تبعكم كل الكاستمر تبعكم وشوفوا كيف هالموبايل بيقدر يكون داخل بالبزنس موضل تبعكم اوقات من روح كتير بتفكير انه اذا الفكرة مانا موبايل بالتحديد يعني موبايل مقله محل فيها بس اللي اكتشفنا اليوم انه ممكن الفكرة تكون فكرة كتير مش تكنية تقنية حتى يعني مثلا مثل جومانا اللي كنت عم بقول عم تعمل مأكلات من المنطقة من مناطق معينة بس الموبايل ممكن يلعب دور كبير بكيف بتسوق هالمأكلات وهالمنتجات اللي جايين من مزارع معينة ولا اشخاص معينة اللي عم بيناموها وتوزعها وتعمل الشيرين يعني عبر الموبايل اذا ما كانت الفكرة نساسر للتقنية والموبايل منو من داخلها اكيد له مركز كتير مهم بتسويقها للفكرة وخليها تتعني تتبع اشتركوا في الوصول المزارع الأخرى ومع مهمة تتبع بكيفير الموضوع من التعديل الموضوع من المنطقة والميشورة في الإصادة ورتبع المهمة كيف يمكن أن تكون مستخدمة كل الوقت ويستعمل على تحديد مستخدمك أكثر شيء أنا مهتم فيه هو فاندريزنج لأنه عندنا مشكلة بالفاندريزنج فسمعت كتير مصايح بالمسبة للفاندريزنج ويبدو أنه اللي بنعاني منه إن شاء الله أنه لأينا له حل خاصة في أدواتي جديدة اللي هي كراود فاندينج أو كراود سورس فاندينج لأنه إحنا لبراند تبعتنا بعتقد بناسبها جدا إنه يكون فرصة لكل الناس يساهموا فيها حتى ننتقل في الشركة لمرحلة جديدة صراحة يعني نصيحة كتير حبيتها وهي من زمان أنا بعرفها وسمعتها بس مرة الواحد بيحتاج أنه يتذكر ويذكرون ناس فيها إنه يعني مش شرط تروح أول ما تخرج تروح بدك تشتغل بدك تلاقي شغل وتستقرار وتتجوز وتفتح بيت يعني الفكرة إنه أفضل تروح تسعى وراء الأفكار اللي عندك ببالك وتمشي وراها مشان تفكي يعني تخلق فرصة عمل لإلك ولا غيرك هاي الشيء الخصوصان إنه الرسك بنسبه إليك والمخاطر اللي ممكن تواجهك بالمحملية هاي أقل وأسهل مما لبعدين لما يكبر الواحد وصير من الاتزامات أكبر اشتركوا في القناة